حبايب قلبي أهلا بيكم في نشرة أخبار جديدة تعالوا نعرف مع بعض العنوين الأول وبعد كده نخش في التفاصيل وعاجل من الرئيس سيسي الآن والقنوات الإخبارية تعلن عن هذا القبر الهام وترامب يجهز مفاجأة لبايدن ويلوح بالضربة القضائية والقبض عليه وأول تعليق من لجنة نوبل للسلام على صراع أبي أحمد والتعليم ترد على نظام الدراسة من المنازل وإلزام المدارس الخاصة بعد زيادة الإصابات بفيروس كورونا وعاجل ننشر لكم تفاصيل مسبحة حضائق الأهرام منذ قليل بالتفاصيل بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بيكم أعزائي متابعين قناة مصر ميديا آي إي بي قبل ما نبدأ عوزين نصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم اذكروا الله جماعة الخير احنا بننشر لحضركم أهم الأخبار في آخر 24 ساعة قبل ما نبدأ اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو ده مهم جدا واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديو هاتنا أول بأول عاوزين نوصل ألف لايك على هذا الفيديو قبل ما نبدأ في الأخبار اللي بيحب مصر ووطني وبيحب بلد وينزل يكتب تحية مصر في التعليقات تحت عاوزين نوصل أكتر من 400 تعليق مكتوب فيهم تحية مصر انتو رجالة وأدها وطنيين عاوز شوف الرجالة في التعليقات تعالوا نشوف تفاصيل أول خبر مهم جدا معنا وعاجل من الرئيس السيسي الآن وقنوات الإخبارية تعلن عن هذا الخبر الهام صرح السفير بسام رادي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي تفقد مقر الكلية الحربية وحضر اختبارات كشف الهيئة للطلب الجدد المتقدمين للالتحاق بكليات والمعاهد العسكرية وكان في استقبال سيادته لدى وصوله إلى مقر الكلية الحربية الفريق أول محمد زكي قائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب قوات المسلحة وأكد الرئيس أن قوات المسلحة تنتقي رجالها من بين الآلاف المتقدمين وذلك باتباع أرقى الأساليب العلمية في الاختيار في إطار من الشفافية وبكل حيادية ونزاها ومن كافة فئات الشعب المصري دون الالتفاف إلى أي اعتبارات أخرى وأن الأفضلية دائما للطالب الذي يكتاز بنجاح جميع الاختبارات العلمية والطبية والنفسية والرياضية وأشاد السيد الرئيس بمستوى الطلب المتقدمين ومدى حرصهم على الالتحاق بقوات المسلحة لنيل شرف الدفاع عن أمن مصر واستقرارها وليكون أحد أهم الركائز الأساسية لبناء قادة وضباط المستقبل داخل مؤسسة قوات المسلحة العريقة ليتواصل عطاء أبنائها من جيل بعد جيل وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس ناقش الطلب المتقدمين في عدد من الموضوعات والقضايا التي تدور على الساحتين المصرية والإقليمية والعالمية وكذلك المعلومات العامة عن تاريخ مصر وما شهدته من نهضة شاملة في مختلف المجالات مشيدا سيادته بنظام الاختبارات العلمي المتميز الذي يتم اتباعه لانتقاء أفضل العناصر للانضمام للصفوف قوات المسلحة كما أكد الرئيس أن طلبة قليات والمعاهد العسكرية يشكلون مع زملائهم من طلبة الجامعات المدنية أم المصر وتطلوها نحو مستقبل أفضل وأن ما تواجهه مصر من مخاطر وتحديات تتطلب إعداد أجيال على أعلى درجات الوعي والإدراك الصحيح بقضايا أمتها وبذل أقصى جهد لإعداد هذه الأجيال وتطوير المناهج العلمية والمهارية لتتماشى مع ما تواجهه الدولة من تحديات المصدر معنا كان من صحيفة بوابة الأهرام المصرية منتظر رأي حضركم في هذا الخبر الهام والعاجل تعالوا نشوف خبر تاني مهم جدا معنا وترامب يجهز مفاجأة لبايدن ويلوح بالضربة القضائية والقبض عليه قال ترامب في تغريدة على تويتر إنه سيرفع قريبا دعاوي قضائية حول شبهات فساد طالة الانتخابات التي هزمه فيها جو بايدن على الرغم من خسارة حملته معارك قضائية عديدة على النتائج وأضاف أن هناك العديد من القضايا المرفوعة في جميع أنحاء البلاد ليست قضايانا بل قضايا الأشخاص الذين شهدوا انتهاكات مروعة في الانتخابات وتابع سترفع قريبا قضايانا الكبيرة التي تظهر عدم دستورية انتخابات 2020 والغضب من أمور حدثت لتغيير النتيجة وفي تغريدة جديدة قال ترامب دستورنا تعرض للانتهاك في الانتخابات الرئاسية والمسؤولون عن حمايته لا يمكن أن يسمحوا بإقرار النتائج المزيفة وفي وقت سابق كتب الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته لقد فاز الآن الانتخابات زورت ما اعتبره البعض إقرارا بالهزيمة في الانتخابات الرئاسية قبل أن يغرد مجددا لإزالة اللابس الذي حدثه لقد فاز فقط في عيون إعلام الأخبار المزيفة لم أعترف بأي شيء لدينا طريق طويل لنسلكه كانت انتخابات مزورة والجمع الماضية أكدت ديمقراطي جو بايدن حسمه الانتخابات الأمريكية ب306 من الأصوات من المجمع الانتخابي مقابل 232 لدونالد ترامب جاء ذلك بعدما أعلنت وسائل الإعلام الأمريكية الكبرى نتائج الفرز في ولايتي جورجيا وكارولاينا الشمالية المتبقيتين المصدر معنا كان من صحيفة العين الإخبارية منتظر رأي حضركم في هذا الخبر الهام والعاجل تعالوا نشوف خبر تاني مهم جدا معنا وأول تعليق من لجنة نوبل للسلام على سراع أبي أحمد في إثيوبيا أعربت اللجنة التي منحت جائزة نوبل للسلام لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد عن قلقها العميق بسبب الصراع في منطقة تيجاراي ودعت جميع الأطراف إلى إنهاء العنف بحسب وكالة ريترز وقتل المئات من أبناء تيجاراي وفر الآلاف إلى السودان ووجهت اتهامات بارتكاب فضائع منذ أن شن أبي أحمد هجوما عسكريا قبل أسبوعين لدقاض التيجاراي المحليين لتحديهم سلطته وفي بيان صادر عن اللجنة التي نادرا ما تعبر عن وجهات نظرها بشأن تصرفات الفائزين السابقين بجائزة نوبل لجنة نوبل النرويجية تتابع عن كثب التطورات في إثيوبيا تشعر بقلق عميق وأضافت اللجنة في البيانة الذي أرسلته عبر البريد الإلكتروني لرويترز أنها تكرر اليوم ما ذكرته من قبل وهي مسؤولية جميع الأطراف المعنية إنهاء العنف المتصاعد وحل الخلافات والصراعات بالوسائل السلمية وفي عام 2019 حصل أبي أحمد على الجائزة لإحلاله السلام مع إيريتاريا بعد حرب مدمرة عام 98 و2000 ثم مواجهة طويلة على الحدود وستمنح جائزة نوبل للسلام لهذا العام لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة في أسلوف العاشر من ديسمبر في ذكرى وفاة الصناعي السويدي ألفريد نوبل الذي أسس الجوائز في وصياته عام 1895 المصدر معنا كان من صحيفة صدى البلد منتظر رأي حضركم في هذا الخبر الهام والعاجل جدا تعالوا نشوف خبر تاني مهم جدا معنا وعاجل ننشر لكم تفاصيل مذبحة عضائق الأهرام منذ قليل عاين رجال المباحث جثتي سيدة ونجلها قتلا على يد ابن الأولى وشقيق الثانية بمنطقة هضبة الأهرام وتبين أن الجاني سدد طعم قاتلة لوالدته الخمسينية بمنطقة الرقبة ومزق جسد شقيقه بخمس طعنات تلقى اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة إشارة من العميد محمد نبيل مأمور قسم الهرام بمقتل سيدة ونجلها وإصابة ثلاث بحضائق الأهرام وجه العميد عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة بسرعة انتقال قوة إلى محل البلاغ تحت إشراف العقيد محمد الصغير مفتش فرقة الهرام معاينة الرائد محمد بهاء رئيس نقطة هضبة الأهرام كشفت عن مقتل ربت منزل وابنها بطعنات متفرقة وإصابة زوج ابنتها وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وأن الجاني هو ابن القتيلة تحريات الرائد هاني عجلان معاون مباحث الهرام توصلت إلى أن مشادة كلامية وقعت بين المتهم 27 سنة وشقيقته بعد رفضه استحابها لشقيقتها الصغرى للمبيت معها بمنزل الزوجية مع احتدام النقاش قرر العشريني منع شقيقته من المغادرة مع شقيقته وزوجها مرددا مش هتروح معاك ولا هتبات عندك ارتفع صوت الشجار فتدخل زوج الأخت محاولا التهديئة من روع شقيق زوجته وذلك لأنه يعلم أنه مهتز نفسيا موجها حديثه له الموضوع بسيط ما فيهاش حاجة لو أختك باتت عندنا بدون مقدمات أمسك صاحب 27 سنة بسكين مسددا لزوج شقيقته طعن في الجسم فتدخلت الأم والأخ لمنعه فكانت جزاءهما طعنات قاتلة بسكين الشاب المهتز نفسيا فأرادهما قتيلين في الحال سرعة تدخل الجيران أنقذت زوج الأخت فجرى نقله إلى المستشفى للعلاج وتمكن الرائد محمد سعودي معاومة باحث الهرم من ضبط المتهم وأداة الجريمة واقتياده إلى ديوان قسم للتحقيق المصدر معنا كان من صحيفة مصراوي طبعا يعني هذه الحدثة صعبة جدا وربنا يرحم يا رب الأم والبنت تعالوا نشوف مع بعض خبر تاني وأخير معنا التعليم ترد على نظام الدراسة من الملازل وإلزام المدارس الخاصة بعد زيادة الإصابات بفيروس كورونا أعلن مصدر في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يوجد عدد من السيناريوهات التي تستعد الوزارة خلال الفترة المقبلة أن تقوم بتطبيقها بشأن نظام الدراسة من المنازل التي سمحت به الوزارة هذا العام بشكل استثنائي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 وقد قال مصدر وزارة التربية والتعليم أنه بشأن ما يتعلق بنظام المنازل الخاص بالدراسة في المدارس الحكومية فيكون الطالب مقيد على ذمة المدرسة وسيقوم بإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول والثاني داخل اللجان الامتحانات بشكل عادي ولكن المواد التعليمية ستكون عن طريق موقع الفيديوهات موقع يوتيوب وما يتم نشره في قناة تعليمية وأوضح أنه سيعود الطالب مرة أخرى العام المقبل للدراسة النظامية داخل المدارس ولكن هذا النظام يكون بشكل استثنائي فقط لعام دراسي واحد فيما أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن عدد الإصابات في المدارس بفيروس كورونا تتراوح ما بين 200 شخص و300 شخص يكون أغلبهم من المشرفين والمدرسين والعاملين وليسوا أطفال من إجمالي 60 ألف مدرسة إما بشأن موقف المدارس الخاصة من رغبة بعض الطلاب في الدراسة من المنازل خوفا من الإصابة بفيروس كورونا يكون ذلك الأمر مختلف بعض الشيء لأن الأمر تعاقضي بين الطالب وإدارة المدرسة ويكون الأمر غير ملزم بالنسبة لأصحاب المدارس الخاصة للموافقة على طلب تحويل الطالب للمنازل المصدر معنا كان من صحيفة محتوى بلس منتظر رأي حضرتكم في هذا الخبر ألهام والعاجل جينا لنهاية نشرة الأخبار كان معكم إسلام من قناتكم مصري ميديا بحبكم جدا بحب تعليقكم إن شاء الله أشوفكم في نشرة أخبار جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر